موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم ضيف التحرير يشرع مدير الديوان برئاسة الجمهورية سيد أحمد أويحيا منتصف جوانا المقبل في مشاورات الدستور التوافقي وسط جدل عن مشاركة المعارضة في هذه المشاورات ولمناقشة ذلك يحضر معي الدكتور صفيان جلالي رئيس حزب الجيل الجديد عفوا وعضو بالتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أهلا بكم سيدي بداية سيدي هل ستشاركونا في هذه المشاورات؟ نظن الإجابة مباشرة لا وانتي تعرفي أن في إطار التنسيقية الأحزاب اخذنا هذا الموقف وعلننا عليه في بيان والدليل يسمى لماذا يعني لأن اليوم السلطة هي هو لنتوعات بأنه فقدت القاعدة الشعبية تحها من خلال انتخاباتها 17 أفريل وأن الحقيقة أو الأرقام الحقيقية تقوله ربما 10 ما بين 10 و 15 بالمئة فقط لقاعدة يعني تساند هذا النظام من جهة أخرى يعني رئيس الجمهورية بعدما فرضوا علينا هذا العهد الرابعة يحاولوا تغيير المناخ السياسي باستعمال يعني الفكرة تعال معارضة فكرة هذا الدستور التوافقي لكن كلمة حق أريد بها بطل المعارضة تتكلم على دستور ليتفاوض عليه كل الشركاء من معارضة وسلطة أما السلطة الفكرة تحها هي دائما فرض مشروع يعني محضر مسبقا ونوع من شبه النقاش يعني باش نعطوهم المصدقية فهذا مرفوض تماما نفترض أنكم شاركتم في هذه المشاورات ما هي الاقتراحات التي ستقدمونها لدستور بديل نعم كنا نظن كل واحد من أعضاء التنسيقية كان له الفرصة باش يتكلم ويقدم تصور تعولي الدستور التوافقي نحن في جيل جديد كنا ساهمنا عدد كبير من المرات في هذا التفكير ونظن هناك مبادئ كبرى لازم تحترم أولا نفصل ما بين السلطات الجزائر تعيش تحت سلطة مهيمنة تع رئيس جمهورية ورجل واحد عنده كل السلطات منها القضائية التشريعية وكذلك التنفيذية فلازم أولا تكون مؤسسات نبني مؤسسات وكل مؤسسة عندها دور انتحالي تقوم به هذا أولا ثانيا لازم نكرس مبدأ الديمقراطية وتدول على السلطات هذا رجل مثلا عنده 15 سنة وعلى الكرسي وما عندهش نية بشي يعني يخلي الأجيال الصاعدة تكون عندها حظ بش تسير البلاد وهو غير قادر على تسير لكن متشبت بالكرسي هنخرج من هاد العقل يا النمط هادا تع التفكير تع العصور الوسطى يعني أنا نحكم وانا زعيم وانا نقعد حتى مدى الحياة هذه اللي قتلت البلاد وما خلتهاش تنفس فلازم تحديد العهد لازم الفصل ما بين السلطات لازم نعود بعين اعتبار منصب رئيس حكومة حقيقي اللي يجي من أغلبية داخل البرلمان ولازم تكون انتخابات نزيهة وبدون شكوك عليها لذا طلبنا عديد من المرات أن تكون لجنة مستقلة اللي هي تدير الانتخابات ما تبقاش الانتخابات من بين أيدي الولاد ورؤساء الدوائر والناس اللي يزوروا وانت تعرف كيفاش حتى في الحكومة الأخيرة شفنا رئيس الجمهورية يعني كافأة الولاد صبحوا هو الحزب اللو اللي عندهم ستة من الولاد صبحوا وزارع لأنه يزوروا له ويحطهم وزارع هذا هو المشكل سيدي طلبت المعارضة بمرحلة انتقالية ما هي ملامح هذه المرحلة؟ المرحلة انتقالية لازم أولا اللي شرعنا فيه كل المعارضات تدخل في نقاش وحوار جاد باش نصل إلى فكرة موحدة حول الإطار العام للدولة الجزائرية دولة القانون مثلا في الرياضة نعرف كاين هناك يعني متنافسين لكن دائما كاين الحاكم ويسير الأمور على حسب قانون أو قواعد لعبة معرفة معرفة عليها من البداية احنا كي تدخل للملعب الحاكم يصفر دائما لصالح السلطة مهما كان يعني يعطي لهم ضربة جزاك يكون هوما بعيد عليها ويمنع دائما الخصم لازم تخرجوا من هذا التعامل بالميكيالين نديروا قواعد لعبة لكل واحد عنده الحق باش يدفع على البرنامج نتاعه ويدفع على مشروع مجتمع نتاعه في ضل الشفافية وخليه الشعب هو ليحكم لأنه هو سيد التنسيقية دعت إلى ندوة التغيير وعلى غرار الرئيس السابق اليمين زروال ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالبي الإبراهيمي هل استجابت هذه الشخصيات لدعواتكم وأين وصلت هذه المحادثات؟ عندما التنسيقية طرحت هذا المشروع الدول الوطنية تصلنا بعدد كبير من الشخصيات ومن الأحزاب السياسية فالشخصيات الوطنية كان لنا الفرصة باش نتلقى معها وتحدثنا في الموضوع وترحنا عليهم الفكرة وخلينا لهم وقت يعني يفكروا فيه إذا حبوا يشاركونا في هذا الندوة ما بين كل الشخصيات الشخصيات الوطنية اللي ذكرتها حتى اليوم يعني ما كانش محصلش اتفاق باش يحضروا من لم يحضروا ننتظر يعني باش الحوار هذا يتواصل وفي الأيام القليلة المقبلة ان شاء الله تكون الحوصلة حول هذه كل الاتصالات وربما تكون عندنا خارطة أولى للمشاركين نعرف التركيبة للمشاركين في هذا الندوة ان شاء الله ماذا سيتناول اللقاء القادم للتنسيقية؟ اللقاء المقبل هو مبرمج ليوم الثلاثة وتكون فرصة باش ندير الحاصيلات على كل الاتصالات اللي قمنا بها في هذا الأسبوع انتي تعرفي كين اتصالات نديروها جمعيا وبعض الاتصالات على الانفراد تكون فرصة كذلك باش نتقدم في الأرضية المشتركة اللي رح نقدمها كمشروع للإخوان المشاركين في الندوة ان شاء الله وكذلك الجانب اللوجيستي والتقني لتحضير الندوة يعني بتحديد التاريخ والمكان والطابعة لتاخدوه هذه الندوة الوطنية إذن سيدي كلمة أخيرة كلمة أخيرة اليوم الجزائر هي في منعرج الطرق النظام مصير على يعني باش يكمل في نفس المنهج أما المعارضة هي تخدم لتغيير حقيقي نقول كلمة في هذا السياق في البيان الأخير لرئيس الجمهورية يتكلم يشكر الجزائريين على أنه يعني اختاروا الاستقرار وتفادوا يعني نوع من الفتنة هذه العبارة اللي يتكلم أنا نقول هناك خطير جدا لأن رئيس الجمهورية يخلط ما بين الاستقرار والموت وما بين التحرك والحياة أو الإرهاب والفوضى والحياة سنة الحياة أنه لازم تحرك لازم تغيير هذه الحياة أما الجلوس والسكوت والاستقرار يعني الموت فنحن ما نطالب بموت المجتمع نطالب بحياة المجتمع نشكرك سيدي إذن على تلبية هذه الدعوة شكرا مشاهدين وصلنا إلى ختاب هذا العدد نلقاكم في عدد جديد من حصتكم ضيف التحرير إلى اللقاء شكرا